مرحبا معكم رحاب يا رب تكونوا بألف خير اليوم حبي احكي عن فيكتوريا دي واللي هو يوم عطلة قانوني فيدرالي بكندا بيحتفل في بيوم الاثنين قبل خمسة وعشرين ايار او ما يوم من كل عام يعني لازم عطلة الملكة فيكتوريا تيجي يوم الاثنين اي اثنين قبل خمسة وعشرين من ايار والسنة صادف يوم اربعة وعشرين ايار هو عيد ميلاد الملكة وهذا العيد يحتفل فيه بس بكندا وبعد مقاطعات سكوتلندا اما ببريطانيا ما بيحتفلوا فيه ليش ما بعرفها وفيكتوريا دي اقدم عطلة غير دينية بكندا طبعا بتتسكر كل المكاتب الحكومية ومكاتب البريد والبنوك والمتارس والمكتبات وطبعا وسائل النقل كمان بتشتغل حسب الجدول العطل وهي الاجازة هي اجازة مدفوعة ببعض المقاطعات وبعض المقاطعات الاخرى مدفوعة وعطلة فيكتوريا دي هي بتمثل عطلة نهاية الاسبوع الطويلة واللي هي تعتبر نهاية للشتاء وبداية تقريبا غير رسمية او بداية لفصل الربيع او الصيف وهون الناس بهاي العطلة بتبلش بقى تزرع الباكيارد تبعا يهتموا بالورود ويهتموا بالزرع تبعا تقدر رح تكون الاحتفالات فقط بشكل فايروركس وتجمعات وفيها سوشيال ديستنسنج اهم المسيرات اللي بتحتفل بهاي المناسبة تقام في مدينة فيكتوريا ببريتش كولومبيا واللي هي سميت باسم الملكي فيكتوريا وطبعا منلاقي احتفالات ببقية المدن الكندية واما ليش الكنديين بيحتفلوا بهذا العيد تحديدا فهو احتفال لتكريم الملكي فيكتوريا يلي حكمت بريطانيا وارلندا والهند لمعظم القرن التاسع عشر اول مرة احتفالوا بيوم فيكتوريا عام 1845 ولكن تم اعلانه كعطلة رسمية فيدرالية في كندا عام 1901 بالسنة اللي توفت في الملكي فيكتوريا واكيد في اسباب تاني رح اذكرها بنهاية الفيديو ليش قلت الكنديين بيحتفلوا بفيكتوريا تدي ولدت الملكي فيكتوريا بـ 24 ايار عام 1819 وعاشت لمدة 84 سنة طبعا قبل ما تتولى الحكم كان في قدامها ابوه وثلاثة اعمام ليتولوا الحكم ولكن هي توفوا لثلاثة واجا نصيبة انه هي تصير ملكة المملكة المتحدة بـ 20 جون عام 1837 وكان عمرها بوقتها 18 سنة وحكمت حتى يوم وفاتها بـ 22 جنيوري او يناير عام 1901 وطبعا هي حكمت لمدة 360 سنة وكانت اطول مدة حكم في تاريخ بريطانيا ولكن الملكة اليزابيت الثانية الحالية ملكة بريطانيا هزمت طول المدة عام 2015 زوجت الملكة فيكتوريا من ابن خالة الامير البرت بعام 1840 وكان وقتها عمرها 21 سنة وصار عندها تسع ولاد وطبعا زواجها استمر بس لعشرين سنة لأنه زوجة توفى وطبعا وقت وفات زوجة حدثت أنه في كارثة نفسية عندها ولبست الأسود حدادا على رحيله حتى وفاتها بعام 1901 ولأنه طالت مدة حكمة لأكتر من 63 سنة تعرضت لست محاولات اغتيال ولكنها نفدت منها خلال فترة حكم بكتوريا كان العصر الذهبي للامبراطورية البريطانية توسعت بشكل كبير وصلت لأفريقيا، لأستراليا، لكندا، لكل أوروبا ولكن بعد فترة تم تقليص صلاحياتها كملكة للمملكة المتحدة وصار مجلس العموم البريطاني أكتر أهمية وقوة في السياسة البريطانية طبعا الملكة بكتوريا كانت تعد الأم الحاكمة للمملكة البريطانية ولعبت دور كتير كبير بالتحول الصناعي والاجتماعي لبريطاني اللي كانوا بوقتها يسودوا الفساد ويسودوا الفقر وكان معظم البريطاني بعتمدوا على الزراعة ولكن بفترة حكمها تطورت الصناعة بشكل هائل وعلى الرغم من أنه فيكتوريا ما زارت كندا أبدا ولكن هي كبريت وصارت تعرف الكتير عن كندا لأنه والدها أو الأمير إدوارد عاش أكتر من 10 أو 15 سنة بمدينة كيبك وحالفاكس وكيف اهتمت هي بكندا؟ كانت هي حكمت بفترة الإمبريالية ولكن صارت تهتم بالرعاية المستعمرين اللي كانوا موجودين بكندا طبعا نحن بنعرف بذلك الزمن كتير إجا مستعمرين من بريطانيا من أوروبا ولكن هي اهتمت كتير برعاياها وبظلت أنه تعمل كنفدرالية وعملت على توحيد المقاطعات الكندية ومشان هيك كانت كتير إلى تأثير بوقتها على كندا وكمان بيحتفلوا فيها لأنه الملكة فيكتوريا كانت أول ملكة لكندا تجلس على العرش عندما تأسس هذا البلد بعام 1867 وتعتبر الملكة فيكتوريا جدة أوروبا لأن أولادها وأحفادها تزوجوا من كل أنحاء أوروبا وصارت سلالتهم منتشرة بكل أوروبا والملكة الحالية إليزابيت طبعا هي من سلالة الملكة فيكتوريا هي سليلة مباشرة لإمام فيكتوريا الكبير وهو الملك إدوارد السابع اللي حكم بريطانيا الشغلات اللي ما بنعرفها نحن عن الملكة فيكتوريا طبعا بالقواعد الملكية البريطانية بهذاك الوقت وما بعرف إذا ما استمر لحد الآن إذا الملكة بدأت تزوج بقى هي اللي بتتقدم لخطبة زوجة وليس العكس وهذا اللي عملته الملكة فيكتوريا وطبعا وتقدمت لطلب الزواج من زوجة ألبرد وطبعا هي كانت إنسانة كتير وفية وكتير محبة وكتير كانت متحمسة أنه ترفع من مستوى الشعب البريطاني وتعمل على امتداد الإمبراطورية البريطانية بكل إنحاء العالم مشان هيك طبعا هنه بيسموها إنه هي من صناع التاريخ والشي المميز بتاريخ حكم الملكة فيكتوريا إنه بعام 1890 كان ربع سكان العالم يتبع للإمبراطورية البريطانية وأهم شي رح يذكره التاريخ إنه إمبراطورية الهند أصبحت لقلق التاج الإمبراطورية البريطانية وهي كان الفيديو تابعنا لمحة سريعة عن تاريخ الملكة فيكتوريا وعن سبب تكريمها من قبل الكنديين وطبعا نحن بكل مقاطعات كندا معظمة تقريبا منلاقي تمثال تكريما إلى وخاصة بمدينة تورونتو منلاقي بكتشنر بهاملتون فيه تمثال تكريم لهي الإنسانة والهي الملكة والهي المرأة اللي غيرت كتير بتاريخ وبقواعد اللعبة في زمان الإمبراطورية البريطانية وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك وتعليق وشوفكم فيديوهات جديدة سلام